الهجرات، هجرة أو هجر الزوج للزوجة الملف ده شائك ومليان تفاصيل كتير هل الزوجة مطلقة؟ هل مش مطلقة؟ طب الزوجة تعمل إيه؟ طب الزوج اختفى مرة واحدة وإحنا مش عارفين طريقه؟ طب هو سافر مسافرشي؟ طب هو موجود في البلد؟ أو مش موجود؟ نعرف منين؟ القضية مش موضوع معرفة مكان الشخص من عدمه إحنا بس كل اللي معانيين به إن الزوجة حالها كله بيقف هي وأولادها على هجران جزها ليها في الحالة دي يعني التشريع ساب لنا جزء خاص إن الزوجة تقدر تلجأ للقاضي في حالة لو هو كان موجود في مكان أو اضطرته الظروف إنه يكون موجود في مكان غالب فيه أحوال الهلاك فمن سنة الأربع سنين عشان إحنا ما نقدرش نحكم بموته من سنة الأربع سنين تقدر الزوجة بتتحرك للقاضي هو اللي يحكم إذا كان هو توفى إذا كان هيحكم لها حكم ليه علاقة بوفاته من عدمه هنا الزوجة بتقع في إشكاليات برضو نفس الإشكالات اللي هي إيه؟ الزوج مش موجود طب أنا دلوقتي لازم أعمل لولاية تعليمية طب هتحرك مع أولادي إزاي؟ طب هدير أمورهم إزاي؟ كل الأمور القانونية اللي من حق الزوجة من حقها تعمل ولاية تعليمية تحلل غياب الزوج وتجيب ما يفيد إنه هو غايب يعني كل التفاصيل دي مهمة جدا لأن غياب الولي الطبيعي عن الأسرة بيسيب فجوة نفسية وفجوة اجتماعية وسلطة لأن الأب طول الوقت هو اللي ليه السلطة والتعامل مع كل الجهات من خلال إنه هو والي طبيعي والممثل القانوني للأسرة دي أتمنى أن يكون فيه نص تشريعي لموضوع الهجران واضح في فترة قصيرة في القانون اللي هيتم إصداره وقانون الأحوال الشخصية قريب جدا ده أكو حتى الآن ولازم تعرفوه